كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قام بزيارة لمحافظة الإسكندرية بدأها بقرية أبو الصير التابعة لمركز برد العرب لتفقد مشروع حياة كريمة وخلال الزيارة تفقد مدبولي سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة مؤكدا أن الدولة تنفذ خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية بتكليف من الرئيس السيسي كما تفقد مدبولي مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة حيث اطلع على الجهود التي قامت بها الهيئة والخصة برفع كفاءة البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة كما قام مدبولي بزيارة إلى ميناء الإسكندرية وتابع تطبيق المنظومة الواحدة للتسبيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية حيث تفقد مبنى الشركة المصرية للتجارة الإلكترونية وخلال زيارته تفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير حلقة السمك مؤكدا أهمية هذا المشروع الذي يقوم على زيادة العائد الاقتصادي للحلقة الزيارة شهدت كذلك تفقد مدبولي مبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية مبنى محكمة أحمد عرابي التاريخي بعد خضوعه لعملية ترميم شاملة كما تابع رئيس الوزراء ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر